وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة العمل على تحسين التجربة السياحية في مصر من جميع الجوانب بما في ذلك تعزيز التكامل بين قطاعي السياحة والطيران جاء ذلك خلال اجتماعا للرئيس السيسي بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين وفي اجتماعا آخر وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة الجهود المكتفة في اطار العمل على اضافة حوالي 3.5 مليون فدان في الدلت الجديدة وتوشكا وسيناء الى الرقعة الزراعية في مصر وهو ما يفوق تلت المساحة المنجرعة لمستوى الجمهورية اجتماع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيت وزير المالية والفريق محمد عباس وزير الطيران المدني والسيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة واللواء يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران والسيد لؤي عبدالحميد المسؤول المالي بالشركة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن الاجتماع تناول متابعة المشروعات الخاصة بقطاعي الطيران المدني والسياحة حيث تم عرض الموقف التنفيذي لجهود تطوير قطاع الطيران المدني وتعزيز الجذب السياحي لمصر بما يزيد العائدات من السياحة ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بمواصلة العمل على تحسين التجربة السياحية في مصر من جميع الجوانب بما في ذلك من خلال تعزيز التكامل بين قطاعي السياحة والطيران على النحو الذي يعظم القيمة المضافة لما يتوفر بمصر من مقومات سياحية وثقافية فريدة بالإضافة إلى زيادة الاستفادة من البنية التحتية للمطارات والفنادق والمقاصد السياحية التي تم تشييدها وتحديثها على امتداد رقعة الجمهورية خلال السنوات الماضية وذلك في إطار تنموي متكامل وشامل كما عقد السيد الرئيس عبد الفتح السيسي اجتماعاً لمتابعة مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زاكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني والعقيد طيار بهاء الدين الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات المراحل الحالية والمستقبلية لمشروع مستقبل مصر الذي يقع ضمن نطاق المشروع القومي الدلت الجريدة بما في ذلك معدلات سير العمل في البنية الأساسية للمشروع التي تشمل الطرق والمحاور وآبار المياه ومحطات المعالجة وشبكة تغذية الكهرباء فضلا عن منظومتي التصنيع والتسويق الزراعي وأضف المتحدث الرسمي بأن السيد الرئيس وجه في هذا السياق بمواصلة الجهود المكثفة في إطار العمل على إضافة حوالي ثلاثة ونصف مليون فدان في الدلت الجديدة وتوشكا وسيناء إلى الرقعة الزراعية في مصر وهو ما يفوق ثلث المساحة المنزرعة على مستوى الجمهورية الأمر الذي يمثل مشروعا قوميا عملاقا يهدف لتلبية آمل وتطلعات الشعب المصري ويأتي في إطار استراتيجية الدولة لمواكبة احتياجات الزيادة السكانية وتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الصادرات الزراعية بالإضافة إلى تعزيز التكامل بين جميع قطاعات الاقتصاد الوطني